عملية تفكيك بدأت بها روسيا في أغسطس الماضي لمنظومة S300 في سوريا التقطتها الأقمار الصناعية لتعلن وكالة ImageSat International الإسرائيلية أن روسيا تنقل بطارية المنظومة إلى البحر الأسود وتدور التوقعات حول نقل المنظومة بالكامل لاستخدامها في الحرب الروسية على أوكرانيا توقعات تصيب على ما يبدو اليوم تطلب روسيا من إسرائيل عدم عرقلة نقلها لمنظومات الدفاع الجوية من قواعدها العسكرية في سوريا إلى أوكرانيا طلب روسي تزامن مع المعلومات الاستخباراتية الغربية حول انخفاض مخزون روسيا من الأسلحة بعيدة المدى منها على وجه الخصوص مخمنة أنها لا تكفي إلا لشهر واحد آخر تصريحات الغرب كانت من قبل وزارة الدفاع البريطانية والتي بيّنت أن الطلعات الجوية الروسية في أوكرانيا انخفضت بعد معلومات تفيد بأن لجوء روسيا للمسيارات الإيرانية هو نتيجة العوز في الصواريخ الباليستية الروسية القتال في أوكرانيا يسير بوتيرة منخفضة ويشير إلى أن القوات الأوكرانية قد تكون لها أفاق أكثر إشراقا في الأشهر المقبلة ليست منظومة S300 فقط التي يتم سحبها من سوريا مصادر أكدت للعربية أن الوجود الروسي في المناطق الداخلية والجنوبية قد قل وأصبح مقتصرا على بعض الضباط الذين يقومون بالإشراف على العمليات عدا عن انخفاض وطيرة الطلعات الجوية الروسية في إشارة إلى سحب سلاح الجو الروسي من سوريا روسيا التي تعتبر من أكبر الموردين للمواد الخام لتصنيع السلاح باتت تلجأ إلى صواريخ كوريا الشمالية ومسيرات إيران لا بل لأساليب أخرى كالهجمات السبرانية على البنى التحتية الأوكرانية التي لا يقل تأثيرها عن الضربات المادية بحسب مصادر غربية إيفا عمر العربية